أهلا بكل طلاب أولى سنوي ده كاترة المستقبل إن شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات الأحياء النهاردة هنشرح الانسجة الحيوانية في الأول كده كلمة نسيج يعني مجموعة من الخلايا مترصصة جنب بعضها الخلايا دي بتكون مشتركة مع بعضها في الشكل والوظيفة فبتكون نسيج معين وإحنا طبعا قلنا قبل كده إن جسم الإنسان بيتكون من مجموعة أجهزة والأجهزة دي زي مثلا الجهاز الهضمي والجهاز العصبي وغيره بتتكون من مجموعة أعضاء زي مثلا القلب والمعدة والأمعاء وغيرها الأعضاء دي بتتكون من الأنسجة فبيتم تقسيم أو تمييز الأنسجة الحيوانية إلى أربع أنواع رئيسية كل نوع من الأربعة ليه وظفته ودوره الخاص بيه النوع الأول هو الأنسجة الطلاقية ودي اللي بتطلي أو بتغطي الجسم من الخارج أو من الداخل والنوع الثاني هو الأنسجة الضمة ودي اللي بتضم الأعضاء مع بعضها والنوع الثالث وهو الأنسجة العضلية ودي اللي بتحرك الجسم والنوع الرابع وهو الأنسجة العصبية المسؤولة عن نقل الإشارات أو السينات العصبية أول نوع هو الأنسجة الطلائية أو ما تسمى إبسيليل تيشوز من اسمها بنستنتج أن الأنسجة الطلائية بتطلي الجسم يعني بتغطي سطح الجسم من الخارج أو بتبطن تجويف الجسم من الداخل فمثلاً اللي بيغطي الجسم من الخارج هو الجلد فالجلد نسيك طلائي والمعدة والأمعاء دي تجويف موجودة في الجسم اللي بيبطن المعدة والأمعاء بيكون نسيك طلائي الأنسجة الطلائية بتتكون من خلايا بتكون متلسكة ببعضها والمادة الخليلية يعني المادة اللي بتكون موجودة ما بين الخلايا واللي هي بتربط ما بينهم بتكون بكميات قليلة مقارنة بالأنسجة التانية بتنقسم الأنسجة الطلائية إلى نوعين أنسجة طلائية بسيطة وأنسجة طلائية مركبة أو مصففة النسيك الطلائي البسيط اسمه بسيط لأنه بيتكون من طبقة واحدة من الخلايا على عكس النسيك الطلائي المركب أو المصفف اللي بيتكون من عدة طبقات أو من عدة صفوف بتكون مركبة على بعضها من أمثلة الأنسجة الطلائية البسيطة عندنا النسيك الطلائي الفرشوفي البسيط والنسيك الطلائي المكعبي البسيط والنسيك الطلائي العمادي البسيط الثلاث أنواع بيختلفوا عن بعضهم في الشكل وأماكن تواجدهم وبالتالي بيختلفوا في الوظيفة برضو النسيك الطلائي الحرشوفي البسيط بنعرفه من اسمه أنه نسيك طلائي بسيط عادي خالص بيتكون من طبقة واحدة من الخلايا الخلايا دي بتكون محرشوفة يعني على شكل حرشوفي زي كده حرشوفة السمكة فبنقول عليها خلايا مفلطحة وبيكون سنكاة صغير زي النسيك اللي بيكون موجود في بطانة الشعيرات الدموية وبنحفظها أن النسيك الفرشوفي بيكون موجود في الشعيرات الدموية الشين مع الشين الحرشوفي بيكون موجود في الشعيرات الدموية وكمان النسيك الفرشوفي بيبطن الحويصلات الهوائية في الرئة فبقى كده الحرشوفي البسيط في الشعيرات الدموية والحويصلات الهوائية النسيج الطلاقي الحرشوفي البسيط تكوينه بيساعد في وظيفته يعني ايه الكلام ده؟ وظيفة الشعيرات الدموية والحويصلات الهوائية هو تبادل المواد الغزائية المهضومة والغازات والمواد الإخراجية ده في الشعيرات الدموية والحويصلات الهوائية وظيفتها تبادل الغازات وبالتالي بيتكون من نسيج طلاقي حرشوفي بسيط اللي هو صف واحد من خلايا مفلطحة سمكها بيكون صغير علشان يسهل مرور ونفاذ المواد خلاله نيجي بعد جدل النسيج البسيط الثاني وهو النسيج الطلاقي المكعبي البسيط برضو هنستنتجه من اسمه نسيج طلاقي عادي خالص بسيط بيتكون من طبعه واحدة من الخلايا الخلايا دي على شكل مكعبات فيبقى نسيج مكعبي بيكون موجود فين النسيج المكعبي؟ بيكون موجود في بطانة قنيببات الكلية برضو هنحفظها الكاف مع الكاف النسيج المكعبي بيكون موجود في قنيببات الكلية النسيج البسيط الثالث هو النسيج الطلاقي العمادي البسيط وبرضو من اسمه هو عبارة عن نسيج بيتكون من طبقه واحدة من الخلايا خلايا النسيج العمادي بتكون على شكل أعمدة يعني خلايا عمادية النسيج العمادي بيكون موجود في بطانة المعدة والأمعاء حرف العين برضو مع حرف العين النسيج العمادي في بطانة المعدة والأمعاء يبقى كده الحرشوف البسيط في الشعيرات الدموية وكمان الحويصلات الهوائية والنسيج المكعب البسيط بيكون موجود في بطانة أناببات الكلية والنسيج العماد البسيط بيكون موجود في بطالة المعدة والأمعاء نيجي بعد كده للنسيج الطلاقي المركب أو المصفف واللي هو عبارة عن خلايا مركبة فوق بعضها في عدة طبقات زي النسيج الطلاقي الفرشوفي المصفف يعني النسيج الطلاقي الفرشوفي المركب أو المصفف يتكون من خلايا مترسة فوق بعضها في عدة طبقات والطبقة اللي فوق اللي هي سطحية بتكون مفلطحة أو حرشوفية ومن أمثلة الحرشوفي المركب عندنا نسيج بشرة الجلد برضو علشان نساهل الحفظ الشين مع الشين الحرشوفي المركب بيكون موجود في بشرة الجلد وكمان بيكون موجود في بطالة المري النسيج الفرشوفي المركب بيتكون من عدة طبقات علشان كده بيبقى عمده القدرة على تعويض الطبقة السطحية لو حصل لها تلف وبالتالي بيكون موجود بشرة الجلد اللي هي الطبقة السطحية من الجلد واللي وظفتها حماية الجسم من الجفاف وبشرة الجلد بتكون مضغطية بمادة اسمها الكيراتين علشان تعزز من وظفتها في الحماية من غزو المايكروبات والوقاية من الجفاف وبرضو النسيج الحرشوفي المركب بيبطن المري علشان لو حصل وتعرض للإحتكاج بسبب نرور الطعام فبيكون دوره هو انه بيقوي جدار المري وبيعود طلف الطبقة السطحية وكمان بيفرز مخاط بيسهل مرور الطعام وبالتالي كده بوظيفة النسيج الطلاقي بشكل عام هو انتصاص الماء والغزاء المهضوم زي مثلا الامعاء ووقاية الخلايا اللي بتغطيها من الأزى والجفاف والمايكروبات زي مثلا بشرة الجلد وإفراز المخاطع لشان يحفظ التجويف زي مثلا المعدة والمريء وبرضو الكصبة الهوائية وتبادل المواد والغازات زي الشعارات الدموية والحويصلات الهوائية تعالي بعد كده للانسيجة الضمة اللي هي كونكتف تيشو الانسيجة الضمة بتتكون من خلايا متبعدة إلى حد ما وبيكون موجود في المسافة دي اللي هي ما بين الخلايا مادة بينية أو اسمها مادة بين خلوية المادة دي ممكن تكون صلبة ممكن تكون شبه صلبة وممكن تكون سائلة وبالتالي بيتم تأسيم أو تمييز الانسيجة الضمة إلى 3 أنواع على حسب حالة المادة الموجودة بين الخلايا لو المادة البين خلوية شبه صلبة يبقى نسيج اسمه نسيج ضم أصيل ولو المادة بين الخلايا بتكون صلبة يبقى نسيج ضم هيكلة ولو المادة اللي بين الخلايا سائلة يبقى نسيج ضم وعائي النسيج الضم الاصيل علشان الجسم بيحب الحاجات الاصيلة هو اكتر الانواع انتشارا المادة اللي بين الخلايا في النسيج الضم الاصيل بتكون شبه صلبة وبالتالي بيجمع ما بين درجة متوسطة من الصلابة ودرجة كبيرة من المرونة ووظيفة النسيج الضم الاصيل هو انه بيربط ما بين نسية الجسم مع بعضها فبنلاقيه مثلا في المصاريقة اللي هي بتربط ما بين التوقات الامعاء الضقيقة علشان ما تلفش على بعضها وممكن تسبب موت الانسان وكمان بنلاقي النسيج الضم الاصيل تحت بشرة الجلد والطبع دي اسمعه ادمة الجلد النسيج الضم الثاني هو النسيج الضم الهيكلي المادة بين الخلايا في النسيج الضم الهيكلي بتكون صلبة واحيانا بيترص فيها كالسم في حالة العظام ووظيفة النسيج الضم الهيكلي هو تدعيم الجسم وبيشارك في الحركة مع العضلات ومن امثلة النسيج الضم الهيكلي عمدنا العظام والغضريف زي الغضريف اللي بتكون موجودة في سوان الأزن والغضريف اللي بتغطي سطح العظام في المفاصل والغضريف اللي بتكون موجودة ما بين فقرات العمود الفقري النسيج الضم الثالث هو النسيج الوعاي وده بيشمل الحاجات اللي بتكون موجودة داخل نوعية زي الدم واللمف والمادة بين الخلايا في النسيج الوعاي بتكون سائلة ووظيفة النسيج الوعاي هو نقل الغزاء المعضون والغازات والمواد الإخراجية يبقى كده نسيج الضم في منه 3 أنواع على حسب المادة بين الخلاوية لو شفي صلبة يبقى نسيج ضم أصيل وده الأكثر تواجدا في الجسم زي المصريقة ولو المادة بين الخلاوية صلبة يبقى نسيج ضم هيكلي زي العظام والغضريف ولو المادة بين الخلاوية سائلة يبقى نسيج ضم وعاي زي الدم واللمف النسيج اللي بعد كده هو النسيج العضلي Mascular T-shirt النسيج العضلي بيتكون من خلايا اسمها الخلايا العضلية أو الألياف العضلية يعني الليفة العضلية هي هي الخلية العضلية وبتتميز الخلايا العضلية بقدرتها على الانكباض والانبساط علشان كده النسيج العضلية هي اللي بتتحكم في حركة الكائن الحي بتنقسم النسيج العضلية إلى 3 أنواع العضلات الملساء والعضلات الهيكلية والعضلات القلبية العضلات الملساء بتكون موجودة عادة في جدار القناة العضمية زي المريء والمعدة والأمعاء على شام تنقبض وتنبسط وبالتالي بتنهل الطعام على طول القناة الهضمية وبالتالي بتعمل حركة اسمها الحركة الدودية وهي عبارة عن مجموعة من الانكباضات والانبساطات على طول القناة الهضمية كمان العضلات الملساء بتكون موجودة في المسالة البولية وبتكون موجودة في الرحم والأوعية الدموية باختصار كده العضلات الملساء هي كل عضلات الجسم اللي مش بنتحكم فيها لغير عضلات القلب بعد كده العضلات الهيكانية هي كل العضلات اللي بنتحكم فيها وبتكون متصلة بالعظامة زي عضلات الإيدين وعضلات الرجلين والجزع بعد كده العضلات القلبية ودي العضلات اللي بتكون موجودة في القلب وعضلات القلب بتحتوي على أقراس بينية بتربط ما بين الأرياف العضلية وبعضها وبتخلي القلب ينبت بشكل متزن ومنتظم لو هنصنف الثلاث أنواع من حيث الأراضية يعني العضلات اللي بنقدر إننا نتحكم فيها فيبقى العضلات الملساء عضلات لا إراضية يعني مش بنتحكم فيها والعضلات القلبية غير إراضية برضو مش بنتحكم فيها والعضلات الهيكلية هي العضلات الوحيدة العراضية يعني العضلات الوحيدة اللي بنقدر إننا نحن نحركها إنما لو هنصنفهم من حيث شكلهم يعني إن عضلات دي مخططة ولا مش مخططة هتكون العضلات القلبية عضلات مخططة وعضلات الهيكلية برضو بتكون عضلات مخططة إنما العضلات الملساء هي العضلات الوحيدة الغير مخططة حتى من اسمها بنعرف انها ملساة وغير مخططة يبقى كده العضلات في منهم ثلاث انواع عضلات ملساة بتكون غير اراضية وغير مخططة وعضلات هيكلية بتكون اراضية ومخططة وعضلات قلبية بتكون غير اراضية ومخططة اخر اللي انسيج معنا هو النسيج العصبي والنسيج العصبي بيتكون من الخلايا العصبية اللي هي اصلا الوحدة البنائية والوظفية للجهاز العصبي الخلية العصبية بتتكون من جسم ومحور جسم الخلية بيحتوي على النواع وبيتفرع من جسم الخلية شوية زواية كده بتخليها عاملة زي الشجرة اسمها زواية شغيرية وجسم الخلية العصبية بيخرج منه محور الخلية محور الخلية بينتهي بمجموع التفرعات اسمها التفرعات النهائية اللي بتوصل ما بين الخلية العصبية والخلية العصبية التانية او ممكن توصل الخلية العصبية بالالياف العضمية محور الخلية العصبية بيتغلف من خارج بوسطة اقراس دبنية اسمها اقراس المايلين ودي دورها انها بيتغلف المحور وتعزنه عن الوسط الخارجي علشان تحسن من سرعة نائل الاشارات العصبية والجهاز العصبي عمتا بينقسم إلى جهاز عصبي حرقي بيشمل المخ والحبل الشوكي وجهاز عصبي طرفي بيشمل العصاب الطرفية ووظيفة الانسجة العصبية هي انها بتكون مسؤولة عن تنظيم الانشطة المختلفة لأعضاء الجسم لان دورها هو استقبال المؤسرات الحسية من داخل الجسم او خارجه وبتوصلها بعد كده للحبل الشوكي والمخ بعد كده بتاخد الاوامر من المخ وتنقلها للحبل الشوكي وبعد كده تبدأ ان هي تنقلها لأعضاء الاستجابة زي مثلا العضلات او الغدد يعني لو في مؤسر خارجي زي مثلا شمعة وانت تنسعت منها بتنقل الانشارة الحسية دي إلى الحبل الشوكي وبعد كده الحبل الشوكي بينقلها للمخ فالمخ بيدي الأمر الحرقي للحبل الشوكي بعد كده الحبل الشوكي بعد كده الحبل الشوكي بينقل الانشارة دي إلى الأعضاء زي مثلا ايدك فتسحب ايدك بسرعة استجابة للأمر اللي انت خدته من المخ المترجم للقناة